حوالي مليون بريطاني من عمال القطاع العام بمن فيهم المعلمون وموظف المجالس المحلية احتجاجا على السياسات الحكومية التي تصر على عدم زيادة الأجور أو إجراء تحسينات على الخدمات من جانبها تسعى الحكومة لتخليص قدرات النقابات على الإضراب مؤكدة أنه عادة ما يضر البلاد مئة الألاف من عمال القطاع العام البريطاني نظموا إضراب لمدة 24 ساعة وفيما وصف بأنه واحد من أكبر الوقفات الاهتجاجية التي نظمها العمال على مدى الأعوام الثلاثة الماضية احتج المضربون بشكل رئيسي ضد معدلات الرواتب المنخفضة والمعاشات والاستغناء عن العمالة وتقليل الإنفاق العام الحقيقة أن المعلمين لا يمكنهم العمل حتى بلوه 68 وليس لديهم نظام لربط الأجر بالأداء يعتمد على معايير قومية كما أنهم لا يستطيعون العمل 60 ساعة في الأسبوع وطالب المضربون بوضع نهاية القيود المفروض على زيادة الأجور من قبل الحكومة طوال أربع سنوات حيث تقول السلطات إنها تعمل من خلال ذلك على تقليص العجز الهائل في الميزانية العامة يعمل عدد من المواطنين بدوام جزئي في وظيفتين أو ثلاث وظائف في الوقت ذاته ليتمكنوا من تدبير عيشهم ولا يمكن أن يستمر الحال كذلك كانت الحكومة البريطانية قد وضعت سقفا لزيادة الأجور للقطاع العام خاصة المعلمين بحيث لا تتعدى واحدا بالمئة وذلك منذ نحو سنتين في حين يؤكد المحتاجون أن مرتبات النواب البرلمانيين في بريطانيا قفزت إلى 11% هذا العام وحده